عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل والشاب النشع في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحبى في الله اجتمع عليه وتفرق عليه والرجل اندعته مرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ولا رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل من ذكر الله خاليا ففضت عيناه متفق عليه وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر